بسم الآب والابن والروح القدس إلهي واحد أمين أهلا بكم معنا في مؤتمرنا تملأني فرحا بنعمة ربنا موضوع لنكلم فيه النهاردة موضوع بعنوان إزاي تكون مفرح قبل ما نقول إزاي تكون مفرح أحب أقول يعني إيه فرح وهل الفرح ده في منه أنواع الحقيقة آه فيه فرح يعرفه العالم الفرح ده الحقيقة نسميه في الكنيسة أو نسميه الأباء الروحيين يقولوا عليه كده فرح مزيف يعني فيه نوعين من الفرح الحقيقة آه فيه فرح مزيف فرح ما بيدمش فرح مؤقت حتى العالم لما يفرح لما تلاقي فيه ناس كده قعدة وفرحانة بعد ما يفرحوا يهزروا ويدحكوا يقول إيه اللهم اجعلوا خير كأنه منتظر إن بعد الفرح والساعات أو الأوقات البسيطة من الفرح والهزار والضحك كأنه منتظر حاجة مصيبة تحصل يقولوا اللهم اجعلوا خير لكن الحقيقة الفرح اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة والفرح اللي عليه المؤتمر بتاعنا هو فرح حقيقي فرح بربنا فرح دائم كتاب المقدس ليه بعض الآيات عن الفرح يقول لنا كده لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم سأراكم أيضا وتفرح قلوبكم لا تكن إلا فرحا إيه بقى الفرح ده يا رب؟ هو الحقيقة الفرح ده هو فرح هو الإنسان الروحي اللي فرحان بربنا غير الإنسان اللي فرحان بشيء مدي الإنسان اللي فرحان بشيء مدي يبقى خايف الحاجة المادية دي تتخذ منه تلاقيه فرحان بحذر لو أنا في وظيفة كبيرة بمرتب كبير أكون خايف لأفقد الوظيفة دي فسبب الفرح يروح لو أنا جبت عربية جديدة وفرحان بيها أبقى خايف العربية دي يجرى لها حاجة ولا تتخبط ففرح مزيف فرح غير حقيقي فرح مشروط فرح هيجي له وقت وينتهي لأن أنا فرحان بحاجة الحاجة دي لو راحت مني ما بقيتش فرحان لكن الحاجة الوحيدة السبتة اللي ربنا بيقول لنا عليها لا تكن إلا فرحا هو ربنا نفسه هو ربنا نفسه سبب الفرح فإزاي أكون فرحان والفرح ده الإنسان الروحاني يبقى فرحان يفرح غيره ويفرح ربنا هتكلم مع حضراتكم في خمس نقط يساعدونا نوصل للفرح اللي ربنا عايزه أو الفرح اللي تم ذكره في الكتاب المقدس اللي هو الفرح الدائم مش الفرح المزيف أول حاجة أول سبب للفرح هو التوبة لأنه الإنسان التائب اللي تخلص من خطية هو أكتر إنسان فرحان حتى لو عربيته تخبطت حتى لو مش عارف إيه عنده أي مشكلة آه زعلان على العربية وهيعوضها لكن في الخطية زي ما بتزل صاحبها زي ما بتزل الخاطي فالتوبة تفرح التائب كتاب نفسه المقدس قال لنا كده قال لنا مش بس التائب اللي فرحان ولا أب باعترافه الفرحان دي السماء كلها فرحانة يقول كده السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب يعني التوبة بتفرح السماء آه التوبة تفرح السماء وتفرح صاحبها وتفرح أب الاعتراف وتلاقي الإنسان ده طاير بسبب إنه في خطية كانت زلاة كان يقول كدك ناس كتير لما تيجي تعترف يقول يا ابونا أنا كان زي ما يكون فيه هم على قلبي ويبقى خارج كده من قوضة الاعتراف زي الطفل اللي خارج من جرن المعمودية طفل خارج من جرن المعمودية بأهله فرحانين إزاي طفل اللي اتعمد الكنيسة تدهنه بزيت الغليلاون أو زيت الفرح ليه لأن النهارده يوم فرحه اليوم ده اتكتب اسمه في السماء فتجديد المعمودية وتجديد السر ده هو من خلال الاعتراف والتوبة فعايز تبقى فرحان أو انت ليه مش فرحان على طول بسبب انه ممكن اكون متأخر في اعترافي متأخر في توبتي متأخر في ان فيه خطية عمالة تدايق فيه وتضغط علي روحيا وبسببها انا مزلول يبقى واحد لو هنكتب روشيتة او هنقول ايه اسباب الفرح اللي تفرحني وتفرح ربنا وتفرح الناس اللي حوالي ان انا اكون انسان تايب وبالاخص لما اكون بغدم وبالاخص لما اكون ابا او ام لكن لو انا عايش في خطية تلاقي الانسان اللي عايش في خطية ده انسان مزلول وطبعا مش قادر يقول للناس اللي حواليه هو زعلان ليه واحد سرق سرق مش قادر يقول لمراته انه حرامي مش قادر يقول لصحابه انه حرامي لكن هو عارف انه عمل حاجة غطية عارف انه عمل حاجة غلط امتى يفرح لما يقدم توبة ولما يصلح الغلط اللي هو عمله ده ويرجع الحاجة لصاحبه ساعتها يبقى ده انسان فرحان اتنين سبب تاني من اسباب الفرح الانسان الخادم ده انسان فرحان ليه لانه الحقيقة بيشتغل مع ربنا اذا كنا بنقول واحد فرحان لانه اشتغل في شركة مالتي ناشنال وبيقبض مرتب قد كده واخد بوست عالي جدا طيب انا في الخدمة انا شغال مع المسيح فده سبب حلو قوي فرحني كم واحد فينا هو بيخدم بيفتكر انه شغال مع ربنا ده واحد من التلاميذ ده واحد من رجالة المسيح المسيح نفسه قال كده حيث اكون انا هناك اكون خادمي ده وعد انا شغال مع ربنا فهل كل مرة انا بنزل فيها الخدمة انا واثق ان انا واخد قوة ربنا هل انا واثق ان انا مندوب عن المسيح انا فرحان لاني بتكلم عنه بتكلم عنه فانا فرحان بتكلم فرحان لان ربنا تمني على خدمة انا غير مستحق لها اصلا كلنا لما ابتدينا ننزل نخدم كنا فرحانين جدا لانه ربنا اخترني اني اكون خادم مفروض الانسان الخادم الروحاني لو هو تايب فعلا يبقى كل مرة نازل خدمة نازل فرحان مش يكون نازل مثقل نازل مستتئل الخدمة نازل حاسس انه يا رب بقى الساعة دي تخلص ولا الساعتين دي تخلص ويحاول يختلق اعزار علشان مايروحش الخدمة لكن الانسان الروحاني نازل الخدمة فرحان ليه لانه بيخدم ربنا بيخدم مع المسيح المسيح نفسه قال كمان وعد حلو ان كأس ماء بارد لا يضيع اجره فالخادم فرحان ليه لان كل تعبه ده محسوب كل تعبه ده بتحوش في السماء كل خدمة وكل مجهود بيعمله وكل محبة بيقدمها وكل كرامة بيجي على نفسه فيها دي من اجل المسيح فدي محسوبة فوق في السماء تلاقي الخادم انسان فرحان يخرج بره ذاته ويخرج بره مشاكله والخدمة هي الحل حل المشاكل كتير قوي يبقى رشدة الفرح ازاي افرح وزاي افرح ربنا وزاي افرح اللي حواليه واحد اقدم توبه اتنين اخدم ربنا تلاتة قندين ايه حلوة تقول لنا ايه المعطي المصرور يحبه الرب الانسان اللي بيعطي هو انسان فرحان ليه؟ لانه مغبوط هو العطاء اكثر من الاخس في منهج العالم يشيع فكرة عكسية انك كل ما تاخد اكتر كل ما تكون فرحان اكتر كل ما تكوش ورصيدك في البنك يكتر والبوست بتاعك يعلى كل ما تكون فرحان في حين العكس كتاب المقدس او الناس الروحيين ويمكن بعضك وجرب ده انك تسعد انسان محتاج ده في حد ذاته يفرحك وينسيك همك انك تساعد انسان محتاج او تفك ازمة لشخص ده حاجة تفرح وكتير مننا بنسمع لما بنيجي نساعد ناس فقيرة او ناس محتاجة يقول كده روح ربنا يسطرها عليك يقعد يدي دعوات جميلة جدا لو قعدنا نركز في الدعوات اللي احنا بنسمعها دي دي حاجة تفرح ما واحد يقولك ربنا يسطرك تعارف يعني ايه ستر ربنا اكفيك شر المرض كل دي دعوات نسمعها امتى لما نكون بنعطي بس بنعطي بسرور بنعطي بفرح ابقى معتبر ان انا بقدم الحاجة دي لربنا عشان كده ما اجي اقدم حاجة اقدم احسن حاجة للأسف بعضنا لما بيجي اقدم حاجة للكنيسة او يساعد ناس فقيرة بندي الحاجة اللي احنا بطلنا نستخدمها او الحاجة اللي بايزة وبغرض او اضحك على نفسي واقول ان انا ان انا بساعد في حين ان انا بروأ البيت يعني لبس قديم لبس مقطع لبس اتغسل وباز في الغسيل اي حاجة اقول ايه بقى ادين ربنا لا الحقيقة ربنا مش محتاج ده لكن لو انا بدي احسن حاجة لربنا ساعتها اكون فرحان ساعتها مش ابقى مدي الحاجة وانا مستخسرها لا ابقى مدي الحاجة اللي انا ممكن اكون بستخدمها بس زيادة عندي يتفرح لما لاقي واحد بقى محتاجها شاب مثلا بيشتغل في مكان جديد ومعوش امكانين ويجيب بدلة ولا لبس وانا ادي له حاجة حلوة يلبسها انا كده فرحان لان انا ساعت انسان وسطرت شخص قدام المجتمع بحاجة يقدر يظهر بيها يبقى واحد التوبة تفرح اتنين الخدمة تفرح تفرح صاحبها وتفرح ربنا وتفرح الناس اللي حواليه ثلاثة العطاء يفرح اربعة الانسان اللي بيشكر فرحان يعني الشاكر الانسان اللي بيشكر ربنا باستمرار فرحان عشان كده الكنيسة تعلمنا لما نيجي نبتدي صلاتنا في اي وقت نقول له ايه صلات الشكر نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال انسان الروحاني دايما شايف ان ربنا بيعمل له الخير الانسان الروحاني دايما يشكر ربنا هو بالتالي هو دايما فرحان لكن الانسان اللي مش بيشكر اللي دايما باصص على نص الكباية الفاضي دا انسان غلبان بقى جدا انسان مكتئب انسان حزين لانه دايما شايف الحاجة النقصة دايما شايف الحاجة اللي مش عنده دايما شايف الحاجة اللي عنده اخوه لكن الانسان اللي بيشكر لقيه دايما عنده رضا والغريب ان اغلب الناس اللي بتشكر او مش هقول اغلب كتير من الناس اللي بتشكر ممكن تكون امكانياتها محدودة لما بنروح نخدم ناس بسطة بديا تليهم بيشكروا ربنا وهم ما عندهمش حاجة خالص الحياة الواحد بيتكسف ويتعلم يعني ايه شكر يعني ايه فرح انا بقى عندي كل حاجة وحاجة بس بازت تلاقيني متنكد ومتدايق في حين انه اخوي او اختي الامكانيات واقل مني بكتير مفيش مقارنة اصلا تلاقيه فرحان وبيشكر ربنا يبقى حاجة كمان تعلمني الفرح وتخليني بشكر ربنا تخليني فرحان اللي هي الشكر اخر حاجة ونمره خمسة الحاجة اللي تخليني فرحان وتفرح ربنا وتفرح غيري ان الانسان يكون بصص على السماء بصص على السماء الانسان اللي بصص على السماء ينطبق عليه الآية اللي بيقول كده ربنا لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم حدش يقدر ينكد عليك حدش يقدر يسرق فرحك ليه لانك عندك فرح سبب للفرح دائم ربنا لنا كده ها انا ذاهب لأعدى لكم مكانا لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم ليه لاني ليه مكان في السماء طب الشغل فقدته مش عارف مين تعبان العربية بازت البيت جراله ايه لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم ليه لان يباصس على السماء انسان اللي عايش في غربة العالم دي او فاهم الدنيا صح يعرف ان هو عايش هنا ضيف كلها كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنة ويسيب الدنيا دي وروح لمكان السعادة بقى مكان الفرح الحقيقي فاخر نقطة دي مهمة جدا الانسان اللي باصس على السماء يسموه كده الخني فاوي الانسان المسيحي خني فاوي يعني ايه انسان سماوي جاي من خني في قوي خني في قوي يعني السماء الكت السموات نقول ابانا اللي في السموات انا باصس على السماء فانا فرحان بالسماء وعايش حياتي اللي على الارض دي كلها عشان اروح السماء وبالتالي اكون انسان فرحان لكن تعيس العكس بقى يعيش في كآبة ويعيش في حزن ويدخل في امراض نفسية وامراض روحية وامراض عضوية الانسان اللي باصس على الارض وغلبان جدا اللي حياته كلها رصيده اللي في البنك الفيلا اللي قاعد فيها الفصحة اللي عايز يروحها لو كل ده لو الخطة دي اللي هو حطتها النفس وما تمتش أو حصل فيها أي تغيير للاقيه إنسان حزين وإنسان مكتئب وإنسان مش عارف يفرح رغم إن إحنا عندنا سبب أحلى وأهم وأجمل يفرحنا هو إيه؟ هو ملكوت السماوات طبقا النهاردة قلنا خمس حاجات يخلونا نفرح واحد التوبة تخليني أفرح اتنين الخدمة تخليني أفرح تلاتة العطاء يخليني أفرح أربعة الشكر وأخيرا إن أنا أكون ضاصس على السماء ده أكتر حاجة تفرحني وأكتر حاجة تفرح ربنا وتفرح كل إنسان يتعامل معايا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين ربنا معكم